بعدما أثارت قضية منع الأذان في القدس المحتلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ردود فعل عربية ودولية وإسلامية واسعة وقبلت بالرفض ووضعت طيال كتمان لأسابيع كشفت مصادر عن قيام اللجنة الوزارية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بدراسة صيغة معدلة لمشروع قانون جديد يخص الأذان الأسبوع المقبل وسائل إعلام عبرية قالت إن الصيغة الجديدة تستثني استخدام الصافرات للإعلان عن دخول حرمة السبت اليهودي في إشارة إلى يوم العطلة الأسبوعية اللجنة نفسها والتابعة لرئاسة وزراء الاحتلال صادقة الشهر الماضي على مشروع القانون لكنه لم يعرض للتصويت في الكنيسة لوجود ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية كما أكد رجال دين مسلمون أن مشروع القانون يعني بأنه سيمس بأذان الفجر مطالبين بإلغائه برمته ومتواعدين بعدم تطبيقه حال صدوره في حين أشار مشروع القانون إلى أنه سيتضمن فرض غرامات مالية عن من يمتنع عن تنفيذ القانون وبالعودة إلى الفلسطينيين فقد أكدت الهيئة الإسلامية العليا أن الفلسطينيين لن يقبلوا أي حلول في موضوع الأذان معتبرين أن الأذان هو جزء لا يتجزأ من الشعائر الإسلامية وأكد مطلعون على شؤون القدس أن تشريع مثل هذه القوانين يمس بهوية القدس الإسلامية ويحاول تغيير المشهد حول المسجد الأقصى